صباح الخير وأهلا وسهلا بأشقائنا العرب في بيروت نورته دولة رئيس مجلس الحكومة الأستاذ نجيب بيآتي أصحاب المعالي والسعادة أيها الزملاء والأصدقاء أيها الحضور الكريم بداية أود أن أعرب عن سروري لعودة فندق فينيسيا هذا الصرح السياح العريك إلى العمل بعد توقف قصري لأكثر من سنتين جراء انفجار مرفأ بيروت الكارثي وأختنم هذه المناسبة لاتوجه بالشكر الجزيل إلى اتحاد المصارف العربية رئيساً وأعضاء ولأمينه العام على تنظيم هذا المؤتمر المخصص لمناقشة موضوع هام بالنسبة للبنان لعلنا نستفيد من تجارب الدول العربية في العملية الإصلاحية وصولاً إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي دولة الرئيس أيها الحضور الكريم باسمي وباسم الكطاع الخاص أعلن من هذا المنبر على استياءنا الشديد من المشهد السياسي في البلاد فرغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الاقتصادية التي أكلت الأغضر واليابس وأصابت المجتمع والاقتصاد والدولة بالصميم لا نزال عالقون في عنق الزجاجة ولا نعرف متى الخلاص أكثر من ثلاث سنوات من الجلسات في مجلس النواب وقبله في الحكومة حول خطة التعافي ومشاريع القوانين الإصلاحية المرتبطة بها ولم نصل إلى نتيجة مما لا شك فيه أن هذا الأمر لا يتعلق بقلة الخبرة والنقص بالمعلومات والمعطيات والحلول لأن مدة ثلاث سنوات من الدراسة والنقاش والأخذ والرد بصراحة هي مدة كافية ليس لإنتاج حلول فحسب إنما أيضا كفاية لحصول جميع من في مجلس النواب والحكومة على شهادة دكتوراه بعلم المال والاقتصاد للأسف الشديد مشكلتنا الحقيقية في السياسة وعند بعض الكوى السياسية التي تعطل الحكومات والبرلمانات وآليات اتخاذ القرارات وكل الجهود الإصلاحية والإنقاذية نعم في لبنان الوضع مختلف لدينا ممارسات سياسية متجزرة تتمثل بالصراع الأبدي على السلطة الذي يعتمد كل أنواع ألعيب الخفة والنكايات والشعبوية والنتيجة هو كل هذا الخراب الذي نراه دولة الرئيس أجادك الله والله يصبرك على كل هذا الكم من الكلام والجد العقيم الذي لا ينتج عنه سوى المزيد من الخراب والهدم لكننا في الكطاع الخاص نؤكد أننا معك وندعم جهودك المخلصة والوطنية ونشكرك على كل تعاونك الإيجابي مع الهيئات الاقتصادية التي أسمر الكثير ومكننا من إيجاد الكثير من الحلول للقطاع الخاص السيدات والسادة أن الهيئات الاقتصادية عملت وتعمل المستحيل للحفاظ على ما تبقى من قدرات وإمكانات وكذلك الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في هذا الإطار نود إطلاعكم على أننا في حوار دائم وإيجابي مع شركائنا في الإنتاج الاتحاد العمالي العام انطلاقا من مسؤولياتنا الاجتماعية بهدف أعطاء زيادات على الأجور للعمال والموظفين وهذه هي المرة الثالثة منذ بداية الأزمة لكننا في الوقت نفسه نحذر من أن الحل تآكل المداخيل جراء انهار الليرة ليس في زيادة الأجور التي استعملناها مرات عدة لأن الاستمرار بذلك سيؤدي حتما إلى الدخول في تضخم مفرد سيطيح بكل ما تبقى من قدرات لدى الدولة والمؤسسات الخاصة والعمال على حد سواء الحل لهذا الموضوع الأساسي والحساس هو اقتصادي عبر قيام الدولة بواجباتها بإقرار وتطبيق خطة إنقاذية اقتصادية ومالية وإصلاحية شاملة والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وحتما إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية هنا لا بد من الإشارة أن الهيئات الاقتصادية ومساهمة منها بإيجاد الحلول أعدت خطة تعافي مالي واقتصادي متوازنة ومنصفة وعادلة وموصوقة وهي تعتمد المرتكزات والمعايير المحاسبية والمالية والاقتصادية العالمية وطبعا الشفافية المطلقة وتضمنت الخطة آليات فعالة لسداد الودائع للمودعين وقد جرى في هذا الإطار حوار إيجابي مع دولة الرئيس مئاتي ونائب رئيس الحكومة سعاد الشامي حول الخطة ونعمل سويا على التقريب بين خطتنا وخطة الحكومة للوصول إن شاء الله إلى خطة موحدة قبل نهاية العام في الختام نؤكد أن القطاع الخاص لن ييأس ونحن نأمل خيرا بأن يكون العام 2023 عام التعافي والنهوض ولعل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيحمل معه كل خير للبنان كما أننا نناشد من هنا من فندق فينيسيا الذي عاد يحلق ويجمع ومن وسط بيروت القلب النابد للبنان نناشد كل القوى السياسية بتسهيل انتخاب رئيسة الجمهورية لجميع اللبنانيين مع تمنياتنا أن يكون للبنان رئيسا قبل الأعياد المجيدة عشتم وعاش لبنان